طيب مباراة أسوان والأهلي وأنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت وبعد ما خلصنا مشوار كاس العالم للأندية هبدأ أركز من تاني على ملف الحكام وهبدأ أركز من تاني مع لجنة الحكام في ظل اتحاد الكورة اللي لغاية اللحظة دي ما خدش قرار ولا أعلن مين هو الخابير الأجنبي اللي هيقود ملف التحكيم للفترة اللي جاية. أنا طرحت وقلت احنا عايزين مترجم قابل الخابير الأجنبي لسه ما يعني لا جل خبير ولا جل مترجم طيب إيه اللي بيحصل في رجنة الحكام جات لي معلومة إن مباراة أسوان والأهلي هيدرها الكابتن محمود البنة حلو ممتاز كابتن محمود البنة من أفضل حكام الدور المصري وحتى لو بيغلط أخطاء فنها في المباراة الناس حتى بتبقى واسكة أن أخطاءه يعني ما بتبقاش ايه متعمدة أو ما عندهش حسابات ما علينا ما فيش مشكلة نتمنى له التوفيق طيب مين حكم تقنية الفي ار الكابتن محمد الصباحي ماشي طيب أنا عندي سؤال للجنة الحكام والموضوع بعيد عن البنة والصباحي ربنا يكرمهم في المباراة وأنا بقول لك جات لي معلومة وأنا واثق منها أن هما الاتنين هايكونوا موجودين في مباراة الأهلي وأسوان يوم الثلاث بس أنا عندي سؤال للجنة هو أنتوا لما عملتوا القيمة الدولية لحكام تقنية الفيديو ليش لتم كابتن محمد الصباحي تالما أنتوا واثقين فيه قوي كده وحطينه في مباراة بيرة زي مباراة أسوان والأهلي يعني أنت ثقتك في حكام الفار حطيت حسام عزب وحطيت عمر الشناوي وحطيت واقل فرحان عشان يكملوا مع التلاتة اللي كانوا موجودين قبل كده الأخ محمود عشور والكابتن محمود أبو الرجال والكابتن تارك مجدي طيب شلت الكابتن محمد الصباحي إيه فجأة المعلومة لما جات لقيت الصباحي حكم فار فيه مطش أسوان والأهلي حكم فار في المطش ده يعني أنت تصق فيه ثقة عمياء والصباحي السنة دي واخد مطشات فار كتير ومع ذلك شلته من القائمة الدولية بصوا على المعايير أنا بس بعرفكم الناس اللي في اللجنة بتشتغل إزاي ومعاييرها إيه أنت شلت الصباحي من القائمة الدولية للفار ومع ذلك بتحطه في أهم مبورة في الدوري مطش أسوان والأهلي تمام؟ يعني بصوا الموضوع عكس أكاس محدش فاهم هو المعيار هنا إيه والمعيار هنا إيه نتمنى التوفير للبنة والصباحي في مطش أسوان والأهلي طيب روح بقى إيه لحاجة تانية عشان أعليكم المعايير فيها مشاكل بعد ما مشك لاتنبرج الفترة الأخيرة من التحكيم ومن لجنة الحكام عدد من الحكام اللي كانوا مستبعدين وكان الرجل شايف أن مستوامل فني لا يرتقي بالمسابقة ومحتاج يطلع وجوه جديدة ابتدوا يرجعوا من تاني ابتدوا يرجعوا من تاني عندنا مطش مثلا أمبي وطلاع الجيش دي مباراة بقرة في الدوري العام من اللي أيدرها؟ الكابتن محمود عشور كابتن محمود عشور بيعود بعد غياب طويل وبعد رحيل مارك كليتنبرج ما يقدرش الكابتن توفيه السيد والأحمد أبو العيلة طبعا يعترضه ويستبعدوا كابتن محمود عشور أكثر من كده فمرجعينه في الدوري وبيدلوا بقرة مطش أمبي وطلاع الجيش يوم الاتنين الساعة سبعة على ستاد بيترو سبورت التعيين عايكون معنا على الشاشة مطش أمبي وطلاع الجيش الكابتن محمود عشور حكم ساحة طيب مين حكم الفار؟ الكابتن حسام عزب حجاج طيب أنا عسأل الكابتن توفيه السيد هو مش الكابتن حسام عزب حجاج كان جاله شد عضلي في مباراة في القسم التاني من حوالي أسبوعين وخرج ونزل الحكم الرابع أدار المباراة مكانه طيب هل ده مش فغار في الحكام لما يبقى حكم صغار في السن وتعرض لشد عضلي مش الطبيع اللي انت بتعاقبه وبتبعده شوية من المطشات لانه مش مركز او مش بيستعد كويس او ازاي يجيله شد عضلي وفي السن ده في مباراة في الدور الممتاز به لا موجود مع محمود عشور في مطش أمبي وطلاع الجيش شوفوا معايير التعينات اللي بتكلم عليه عشان تعرفوا عدم وجود الخابير الأجنبي بيوصلنا لفين بيوصلنا لفين طيب تروحوا بقى لمطش الداخلية والاتحاد بكرة الساعة خمسة مطش الداخلية والاتحاد وطلقوا عشور رجع وكمان من كابتن محمد الحنفي رجع طيب مين معاه حكم فار الكابتن محمد نهاد كابتن محمد نهاد اخطأ في تطبيق بروتوكول الفار في الاسبوع قبل الماضي في مباراة سيراميكا وامبي والكابتن محمد فاروق قال له انت والسيد مونير تم ايقافكوا لان انتوا خلفتوا بروتوكول الفار وصفرتوا على لعبة وهي ممكن تبقى هدف او تسلل قبل ما الكرة تخش المرمى وبالتالي انت خلفتوا البروتوكول ومع ذلك اللعبة دي خضعت لبروتوكول الفار واتخد فيها قرار في الاجتماع الفني الكابتن محمد فاروق القيم بعمل رئاسة اللجنة وقف كابتن سيد مونير وقف الكابتن محمد نهاد از فجأة النهاردة لقى الكابتن محمد نهاد جاي حاكم فار في مطش الدخلية والاتحاد ولسا السيد مونير موقوف تب ليه تم اعادة الكابتن محمد نهاد لادارة المباراة من تاني حاكم فار رغم الخطأ اللي حصل في الاسبوع قبل الماضي كل ده انا بتكلم في المعايير ولو تاخدوا بالكم انا بتكلم مطش امبي والجيش والدخلية والاتحاد ما جبت السيرة الاهلي عشان تعرفوا بس ان احنا بنتكلم لمصلحة التحكيم مش لمصلحة شخصية التعينات وادارة اللجنة بدون خبير اجنبي والله هترجعنا للسنتين اللي فاتوا من تاني وهو بدأت تظهر عشور رجع الحنف رجع حسام عزب شد عضل وكان هيبوز مطش رجع النهاردة فار محمد نهاد اتوقف بعد الاسبوع يعني الاسبوع القبل الماضي عمل خطأ في بروتوكول الفار ورجع النهاردة مطش الدخلية والاتحاد وقلت كمان محمود البنة والصباحي والصباحي اللي شلته من القايمة الدولية بتدي له اهم مباراة في الاسبوع ومطش أسوان والأهل فين الحكام الدوليين فين الحكام الدوليين من مباراة أسوان والأهل البنة دولي ليه ما يكونش معها حكم فار دولي الصباحي حكم كويس انا مش بتكلم على الحكام خالص والله يا جماعة انا بتكلم على معايير لجنة الحكام معايير الكابتن توفيق السيد في التعينات انا يا كابتن توفيق الملف ده مش عسيب ولغاية لما يجي خبير اجنبي لأن بصراحة أنا فقدت الثقة تماماً فيما يحدث داخل اللجنة منذ أن رحل مارك كلاتنبرج عايزين تعرفوا ليه فقدت الثقة أكتر؟ كابتن أحمد أبو العيلة المفروض راجل مسؤول إداري داخل اللجنة كابتن عسام عبد الفتاح بيستعين به في بطولة إفريقيا للشباب هنا في مصر محاضر يعني الراجل في لجنة حكام مصر مسؤول إداري لكن مع كابتن عسام عبد الفتاح بيبز محاضرات للحكام كابتن سيد مراد اللي كان معاه في اللجنة تسافر عنده مباراة في الكنفدرالية ما بين اتحاد العاصمة وفريق أيضاً في بطل نيجيريا هرائب مطشف الكنفدرالية فده كابتن سيد مراد والكابتن أحمد أبو العيلة الاتنين اللي كانوا شغالين مع كابتن عسام عبد الفتاح ليه ما حدش من اللجنة بيروح حتى في المطشط دي ما تعرفش على فكر عندنا كابتن جمال غندور عندنا كابتن ياسر عبد الرعوف عندنا كابتن سامير عثمان عندنا حكام دوليين كتير صابقين المفروض يكونوا موجودين عندنا كابتن ناصر عباس مفروض الناس دي تروح مطشط إفريقيا لكن مع ذلك ما بتلاقهمش بتلاقي مين المقربين من الكابتن عسام مين كابتن أحمد أبو العيلة النهاردة متعايف في أمم أفريقيا للشباب الله أعلم بقى ومركز مع اللجنة دلوقتي وبيساعد طوفي السيد والله أشغال لوحده الله أعلم مش عارف اللي بيحصل وشايفين السيد مرات بيروحي رائب مطشط عرفتوا التحكيم في مصر بيداري إزاي وبطريقة إزاي ماشي بالطريقة دي بالمناسبة كمان عايز أقولها حاجة مهمة تانية انت بتتكلم في القسم التاني كان الكابتن ياسر محمود مسؤول عن تعينات حكام القسم التاني إيه فجأة تم استبعاده وبقى الكابتن محمد فاروق هو المسؤول هو رئيس اللجنة يبقى مسؤول عن تعينات حكام الممتاز ولا الممتاز به طب هو كابتن محمد فاروق سايب توفيه السيد في الممتاز بس ليه وهو رحد الممتاز به هو في حد في اللجنة هيترشح في انتخابات اتحاد القرى اللي جاية أنا بس بسأل السؤال ده لمسؤولي لجنة الحكام في حد في الاتحاد أو في اللجنة قصدي في حد في اللجنة بيفكر في الترشح لانتخابات اتحاد القرى الجاية أصل فكرة أن رئيس اللجنة يمسك تعينات الممتاز به ويسيب تعينات الممتاز لتوفيه السيد مش مفهومة جرى العرف يعني في تاريخ اللجنة الحكام على مدار كل السنين اللي فاتت انه رئيس اللجنة ألف بي بأمسون عن الممتاز وبيشرف على الممتاز بيه والدرجات الأبنى ولكن يسيب الممتاز لتوفيه السيد وفجأة هو يستبعد ياسر محمود ويمسك هو الممتاز بيه انا بطرح سؤال هل اللجنة في حد فيه بيفكر في انتخابات فين الخبير الأجنبي يا جماعة فين الخبير الأجنبي انا بصراحة كل اسبوع بيجيه لحالة وكل اسبوع بيجيه لمعلومات على ما يحدث في لجنة الحكام ومش قادر افهم ليه بيحصل كل ده على فكرة الموضوع بسيط جدا الدورة الانجليزية الحالة اللي حصلت في ماتش أرسنال وبرينت فورد خطأ حصل من حكم الفار كورة سواء تسلل او هدف مرسمش الخطوط وحصل خطأ في اللعبة اللجنة عملت ايه؟ الاتحاد الانجليزي عمل ايه؟ دنكم على الشاشة ايه؟ اللعبة دي خطأ كبير جدا وحصل فيها مشكلة كبيرة جدا ايه القرار اللي اتاخد؟ استبعاد الحكم الفارلة حتى نهاية الموسم استبعاد حتى نهاية الموسم على فكرة الاتحاد الانجليزي او لجنة الحكام في انجلترا يعني ما عملتش معجزة ان هي اخدت قرار زي ده ده المنطقة والطبيعي ودي لعبة تانية هي ده ماتش أرسنال هو لعبة عضحة جدا ودي اللي حصل كمان مع الحكم الانجليزي في آه ده ماتش أرسنال وبرينت فورد ماشي وبالمناسبة كمان فيه تحيي المفروض بيحصل حلام مع منشستر سيتي وآرسنال فيما حدث مع الحكم الانجليزي وانه كان كل شوية فيه يعني احتكاك بالحكم وكل شوية فيه لما كتير حولين الحكم واعتراض على قرارات كتير وهي الاخبار كلها قدامك وهي رحيل ليه ما سن من لجنة الحكام الانجليزية بالتراضي بعد خطأ في مباراة آرسنال وبرينت فورد بسيطة جدا لكن مع ذلك تلاقي محمد نهاد غلط غلطة كبيرة النهاردة بيتعين والسيد مولين ما بتعينش انا سألت ليه محمد نهادereye تتعين والسيد مولين ما تعينش قالوا للا asli محمد نهاد حكم منطية القاهرة والكابتن توفيز سيد كان مسؤول عن منطية القاهرة فيعني مننا في بعضين نفس الامر حصاب عزب نفس الامر الكابتن الصباحي ما نجحتوش في القائمة الدولية وما دخلتوش في قائمة دولية النهاردة بتحط في ماتشاة اصرانالال فيين حكام الدوليين بتوع الفارد مش موجودين مش موجودين ومع ذلك جبت الصباح أنا مش عارف يعني اتحاد الكورة هيركز في الملف ده إمتى وياخد باله إمتى من المسؤولة عن الخبير الأجنبي اللي جاي هل خبير برتغالي ولا خبير أسباني يا جماعة هاتوا أي خبير أجنبي هاتوا أي خبير أجنبي بس اللي بيحصل دو الله العظيم المسابقة هيبه فيها مشاكل كتير والتعينات فيها مشاكل وأنا الحمد لله ما بطلعش أتجنى على حد أنا بقول بالأسماء وبالمعلومات وبالمباريات عمري ما قلت الحمد لله معلومة غلط ومتشأ أسوان بعد بكرة أنت بلغت الحكام بالمتشأة النهاردة ومتشأة بكرة ومتشأة بعده